بسم الله الرحمن الرحيم وجاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملو منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائل رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جندهم ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قول نوحي وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوط وأصحاب الأيكى أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر أولئك إلا صيحة واحدا ما لها من ثواب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معا يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطيط وأدنا إلى سواء السراط إنها داخلوا تسع وتسعون نعجا ولي نعجة واحدا فقال أكفر لينا وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسوان نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وغليلوا ما هم وظن داود أن ما فتنا فاستغفر ربه وخر راك يا وأناب فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مهاب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تغارت بالحجاب رجوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لي أحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمري وخار حيث وصاب والشياطين كل بلاء وثواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطارنا هذا عطارنا فمنهم أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسنا مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربا أن لي مسني الشيطان بمصف وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له ألا هو مثله معهم رحمة منا وذكرى لغل الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحناث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه هواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسعى ذلكفر وكلهم من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآل هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآل جنات عدن مفتحة له بل أبواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرفية هذا ما توعدون هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآل جهنم يصلونها فبرس المياد هذا فليبوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أسواج هذا فهجوم مغتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فاسجده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سحريا أم زاغ عنهم الأبصار إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ وَتَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ وَقَالُوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار فاتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ وَتَخَاصُمُ وَأَهْلِ النَّارِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْدِرِ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَبَارِ رَبُّ السَّمَيَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ السَّمَيَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ قُلْ هُوَ نَبَرٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ أَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَاءِ إِذْ يَخْتَسِمُونَ إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ طِيلٌ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ مَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ استكبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْهِ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيلِ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْنَا فَإِنَّكَ رَجِيمِ وَإِنَّ عَلَيْكَ نَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الْدِينَ قَالَ رَبِّ فَانَظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَطْتِ الْمَأْلُومِ قَالَ فَبْعِزَّتِكَ لَوْوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْنَا جَنَّ مَنِكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْنَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمِ قَالَ فَالْحَقِمُ الْمُخْلِفِينَ إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين اشتركوا في القناة